السلام عليكم ازايكم يا شباب عمين ايه يا رب الكل يكون بخير النهاردة في الفيديو بتاعنا ان شاء الله هقولكو على افضل التلفزيونات الاندرويد المتوفر عندنا سواء في السوق المصري او السوق العربي بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض لو انت مش مشترك ياريت تشترك وتفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جدد من عندي ولو انت مشترك عندي ياريت بقى لايك وشير للفيديو ويلا بنا بقى نبدأ الفيديو مع بعض وزي ما قلت في المقدمة ان انا هقولك النهاردة على افضل موديلات التلفزيونات السمارت الفور كي اللي شغالة بنزام الاندرويد سواء اندرويد 9 او اندرويد 10 والتلفزيونات اللي هتكلم عنها دي او الشاشات اللي هتكلم عنها متوفرة عندنا سواء في السوق في مصر او في السوق العربي بتاعنا سواء شمال افريقيا او دول الخليج هنبدأ مع بعض باول التلفزيونات او اول تصنيف تلفزيونات سمارت فور كي اندرويد وهي تي سي إل او التاسلي السي 815 والسي 715 كنت انا من قريب عملت مراجعة للسي 815 وكان كل اصدقائي في مصر قالوا لي يا باش مهندس التلفزيونات فعلا مش متوفر عندنا في مصر قلت لهم لا هو كان متوفر وكان بيتباع من خلال شركة العربي جروب ولكن بعد ما الستوك خلص ما بقاش يتباع حاليا فالتلفزيونات لو انا بتكلم عليه هو افضل تلفزيونات اندرويد ممكن تجيبه في الفترة دي اسمه التاسلي السي 815 او ان انت ممكن تجيب الموديل اقل منه وهو التاسلي السي 715 والفئات دي كيوليد 4K بنظام الاندرويد هنيجي في المرتبة التانية بتاعتنا التلفزيونات متوفر في مصر وفي الدول العربية التلفزيونات من شركة سوني وهما تلات موديلات ممكن تجيبهم من سوني اولهم الاكس 7500 اتش الاكس 8000 جي وبعد كده الاكس 8000 اتش الاكس 8000 اتش ده احدث واحد فيهم والاقدم الاكس 7500 اتش والمتوسط الاكس 8000 جي والتلفزيونات دي في مصر متوفرة في السوق العربي او سوق شمال افريقيا وسوق دول الخليج هنيجي بقى للموديل اللي بعد كده الشارب الفورتي دي ال 6 اي اكس الجديد التلفزيون ده متوفر برضو عندنا في السوق العربي بتاعنا التلفزيون ده جديد امكانياته قوية جدا وداعم للاندرويد 10 يعني شغال بنظام اندرويد 10 داعم للدولبي اتموس والدولبي فيجن من ناحية الصوت والصورة ويعتبر من افضل التلفزيونات اللي انت ممكن تجيبها الوقتي لانه جهاز حديث ومن انتاج 2021 هنيجي للتلفزيون الاخير معانا من تلفزيونات الاندرويد وهو التوشيبا اليو سبعة تسعمية وخمسين اي 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 وطبعا التلفزيون ده برضو بيتباع عندنا في مصر وبيتباع في دول الخليج ودول شمال افريقيا وتلفزيون كويس جدا برضو من ناحية السمارت الاندرويد وبيتباع عندنا هنا في جمهورية مصر العربية من خلال شركة العربي جروب وبالنسبة للأسعار انا هسيب لك اللينك بتاع شركة التوشيبا العربي موجود تحت في الوصف بحيث ان انت تتطلع على الأسعار وايه افضل أسعار لأفضل موديل انت ممكن تشتريه من تلفزيونات الاندرويد وبالنسبة برضو لمراجعات الاجهزة دي هسيب لك كل المراجعات بتاعت الاجهزة دي اللي انا عملتها سواء للشارب او للسوني او للتي سيل او للتوشيبا مع العلم ان انا ما عملتش مراجع للسي 715 لكن عملت مراجع للسي 815 عملت مراجع للشارب فور تي الجديد وعملت مراجع للسوني الاجس 7500 اتش ولكن ما عملتش مراجع للاجس 8000 اتش او الاجس 8000 جي وعملت برضو مراجع للتوشيبا اليو سبعة تسعمية وخمسين اي اي هيجي واحد يسأني طيب يا باشموندس بالنسبة للشاشة التوشيبا اليو خمس تلاف تسعمية خمسة وستين اي 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 لا لان الشاشة دي ما تعتبرش اندرويد اوي هي شغالة بالنظام من شركة توشيبا اسمه توشيبا سمارت بورتل فدي مش معانا في التصنيف بتاع شاشات الاندرويد وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله يشوفكم في فيديو جديد سلام